يعني الوضع متوتر عندما يكون عندك 35 جنرال في السجن فهل عندك قنابل ومئات كبار الضباط قنابل عندك وضع ما يبقاش مستقر لن يكون هناك وضع مستقر بلد في 35 جنرال في السجن موش جنرالات عاديين من كبار جنرالات قاعدة البوليس السابق الجنرال الهامل أربعة من قادة الدرك أربعة واحد بارك منهم اللي كان ربما أخبثهم بالقصير اللي هربوا ومحكمة ليه بالمؤبل لكن ربعة من قادة الدرك أولهم نوبا رحموا يا إما ثلاثة منهم في السجن واحد رحموا دير اللي ورقبا جبري قاعد ناحية العسكرية الأولى ناحية العسكرية الثانية ناحية العسكرية الرابعة آه ناحية العسكرية الأولى هو أيضا هرب راح في اسبانيا لكن ناحية العسكرية الثانية الرابعة قاعد المخابرات السابق أبو عزة وسيني قاعد المخابرات اللي كان قبله لفترة طويلة بشير ترطاق وقادة كثيرين جدا بس حني سميت لكم فقط الأسماء اللي معروفة يعني هذا شيء هذا شيء مخيف معنى البلاد رهيب في حالة معنى كل رنان على بالكم اللي لا قدر الله يعني الأوضاع الجزائر وإن تقع هي تقع في سلسلة زلزالية معنى احنا نتوقع الزلازل في الجزائر جزائر المغرب تونس آآ إيطاليا اليونان تركيا هذو كلهم واقعين في خط زلزال فهذه البلدان كلها توقع على الزلازل فاحنا عنا رانا في خط الزلازل الطبيعي وفي خط الزلازل العسكري بحيث عنا عندك خط متى 35 جناعة في السجن كون يسرق غير صراع داخل مجموعة هنا في مكتب هنا وفي ناحية هنا أو يخرجوا بسلحها راحة البلاد هاو عبث العسكر عندما يتفقون ينهبوننا وعندما يختلفون يسجون بعضهم ويعذبون بعضهم وقد يتقاتلون لقدر الله كما حدث مع السوداء يجب أن لا نسمح بذلك هذا وطن نحن ولذلك دولة المدنية وش تقول لهم؟ تقول لهم روحوا إلى ثكناتكم ما تقول لهمش المقصة ولا الساحة ولا تخطع رؤوسكم لا 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 اذهبوا إلى ثكناتكم فقط قوموا بدوركم فقط لهو حماية البلاد حماية الوطن بناء عقيدة قتالية حقيقية الاشراف على الخطط العسكرية وعلى صناعة السلاحة وعلى الأقل تقول لهم عندك شركات تصنع السلاح مشرط عسكرية وفهم آخر النظريات وكما تقوم الجيوش المحترمة إذن للأسف الوظف في السودان تحت أي ظرف لن يكون كما كان أصلا لم يكن جيدا كان سيئا لكنه يتجه إلى أنه قد يكون قاتلا كما هو الآن وقد حتى ولو يتوقف القتال ليكون كارثيا على السودان وهذا نتيجة حكم عسكري في السودان دام 67 سنة منذ 56 نحمل نوحف خمسة سنين والاستسنين اللي حكموا فيها المدنيين حكم العسكر هو الخراب حكم الجنرالات هو الخراب هذا الوضع مؤهل له مصر بطريقة أخرى أيضا والأوضاع فيها تسوء ولكن في مصر هي منتجها إلى ثورة جياع وهذا ليس بعيد عننا في الجزائر أيضا ناس تجوى والجوع يمس الملايين إذا مش عشرات الملايين أيضا على الجانب السوداني هناك بلد أنا أذكرته المرليفات لكن ممكن نعود نرجع له هو إريتيريا في إريتيريا يقول لك باللي كان أكثر من 134 ألف لاجئ وطالب لجوء من إريتيريا وهؤلاء في الغالب إريتيريين هربين من نظام إجرامي هو يزعم أنه مسيحي طبعا إريتيريا أغلبيتها مسلمين فيها مسيحيين ومسلمين لكن الحاكم مسيحي لكنه هو مش يحكم لأنه مسيحي ويحكم لأنه طاغية فمئات الألاف من الإريتيريين هربوا من بلادهم كان بعد تقديرات تحطهم في حدود ثلاث ملايين يعني اللي هربوا من بلادهم منذ أن جاء هذا الحاكم الآن وكان تقاتل من قبل إلى آخره لكن عداد منهم مئات الألاف منهم في السودان بما فيهم حوالي 134 ألف من الهاربين من الخدمة العسكرية يعني الخدمة العسكرية هناك إذا دخلت عن ذوما فالغالب ما تخرش وتروح تقتل يعني وتقاتل هذه إضافة بسيطة على على إريتيريا ولكن كما قلت كان دول أخرى كلما طالت الحرب سنراها تتورط فيها بشكل أو بآخر بشكل أو بآخر ما توقعوه مثلا بالنسبة للأتراك والقطرين هم أنهم ربما يشتغلوا ويعملوا على أن هذا الجنيران في اثنين يروح يعني في الحقيقة هذا الجنيران في اثنين كانوا إما مع الإمارات إما مع السعودية وكانوا عموما ضد الأطرحات التي تقدمها تركيا وقطر إيران ما كانش عندها تواجد كبير لكن عندها خصومة كبيرة جدا مع حميدتي لأن حميدتي هو اللي كان يرسل آلاف الجنود السودانيين والأفارقة للقتال في اليمن ضد الحوثيين لتدعمهم إيران طبعا إيران مستفيدة من هذا الوضع اللي يقع في السودان كنقول مستفيدة يعني مش هي متسببة فيه إنما هذه الأوضاع خلقت لها جو مناسب لها وغير مناسب لخصومها سعوديين مصريين والإماراتيين إلى الأنظمين على سبيل المثال لكن أعتقد أن أكبر خاسر هو القوى الغربية اللي فشلت في موضوع حكومة مدنية واللي تعاملت مع هؤلاء القتل السفاحين وكانت تعرف أنهم قتلوا سفاحين فقط من أجل الحفاظ على مصالحها وعلى أن تكون لها تأثير هائل داخل السودان قوى الخارجية لا تخدم الشعوب ولا تخدم البلدان هذه لازم ديروها كقاعدة مركزية ولذلك حراك في البداية في جزائر حرفع شعار لا للتدخل الخارجي لما كانوا راحيني يبعثوا في العمامرة وفي الأخضار الإبراهيمي ويبعثوا فيهم الطليان والروس والألمان قلنا لا للتدخل الخارجي ويجب يا إخوان أن تكون بالنسبة لنا هذه أن لا نسمح بالتدخل الخارجي في بلدنا تحت أي ظرف كان كائن الجوانب الحقوقية تتعلق بمنظمات حقوقية هذا طبيعي وحتى العصابة النظام موقع بأنه طبيعي جدا ويتعامل معها وتتعامل معها في القضايا الحقوقية لكن ليس مع المنظمات غير ليس مع الدول ليس مع الحكومات هذه الحكومات والدول ترى مصالحها لا مصالح الشعوب يقدر يجي يكلمك على الديمقراطية ويكلمك من يشعر أنا على كله كلام فارغ في النهاية أي دولة تدخل في مكان تسعى لمصلحتها وليس لمصلحة ذلك الشعب أو ذلك البلد هذه القاعدة وهذا هو المعروف تحدث استثناء مرات وأن يكون ربما واحد حاكم في بلد معين أو يريد أن يساعد أو عنده الخير في قلبه ولكن هذا استثناء يحفظ ولا يقاسو عليه ترجمة نانسي قنقر